موسيقى 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 ليش انطر اليوم لحد ليش صح؟ هذا القصد بعد ان تعرفون قصفتها الكاميرا شنو؟ هذا القصد من ان انا قلت لكم ان الواحد ينزل فيديوهات عن راحة كل ما صار في مجال راح نزل لكم فيديو توا خلص مؤتمر ايفا ما رحت بس فيه امور واد كثيرة تم الإعلان عنها خنتكلم عنها وفيه شغلات تسريبات هم بعد نتكلم عنها حق اجكر تريفون قاعد قاعد نشوف انه راح ينزل بالتاريخ قاعد تكلم عن بيكسل 3X الاكيد واذا جوجل قاعد تساوها هذي كلها كحيلة علينا علشان هننفكر انه جوجل مرح تنزل لنا شي ينافس هذه السنة بالمقابل خاشت لنا شي المفوض ينافس حق المؤتمر اللي مفروض تسعة عشرة يكون خنتكلم عنها الموضوع او شي مؤتمر جوجل بيّن انه الاحين راح يكون فيه تاريخ تسعة عشرة قاعد تكلم احنا بحدود شهر وستة ايام تغريبا على ما يتم الاعلان عن تليفونات جوجل الرسمية واللي قاعد نشوفها خلال الفترة اللي طافت تسريبات غير طبيعية حق البيكسل 3XL اشكر تليفون بالتاريخ يشهد فيه من ناحة التليفونات كلها الموجودة دار مدار العالم خيبة امل انا بالنسبالي ما شوف انه تليفون شكله حلو ولا حتى ذتفه مع ان البيكسل 1 والبيكسل 2 و اكسل هم معروفين انه هما كانوا تليفونات جايكرة بس البيكسل 3 لا يعني سلملي على الموضوع من الاشياء الثاني قاعد نشوفها قاعد تتسرب عن التليفون اهي الكاميرتين موجودة من الامام وكاميرا واحدة اللي الحم موجودة من الخلف ما علي كلام من ناحة التصوير اكيد رح تكون افضل كاميرا موجودة كون ان البيكسل 2 اكسل الحين الى اليوم اهي افضل كاميرا موجودة بالسوق بس باجي الامور الموجودة بالتليفون كلش ما تحمسك سناب دراجين 845 اربعة جيجا رام بطارية رح تكون يا دوبك فوق 3000 ميليا امبير واكيد النوتش الكبير وغيره وغيره من الامور فهي جوجل قاعد تسوي لنا حيلة علشان هي تخلينا نفكر ان هذي التسريبات ايه فعليا مو تليفون الاساسي اللي جوجل رح تنزلن اياه وصج هالسنة رح تنزلن ثلاث تليفونات قاعد تكلم عن بيكسل 3 بيكسل 3 XL ويمكن بيكسل 3 Ultra الله اعلم بيكسل Ultra ممكن يكون هو التليفون البازلس الي احنا قاعد نحلم فيه التليفون الي يكون فعلا من غير اي نوع من الاطارات وقاعد نشوف ان فيه تسريبات ناس وايد قاعد تسوي لك نوع من الشوشرة ان فيه كان قاعد يصورون دعاية جوجل بيكسل وناس شافت بيكسل مو موجود غير بيكسل 3 والبيكسل 3 XL فما يندر هل هو صور حق البيكسل 2 XL داخل كوفر كبير او هل هو فعلا بيكسل اولترا اللي ما ندري عنه ننطل لأكتوبر ونشوف بس ذا الوضع الحالي بيكسل 3 XL هو التليفون الاساسي من شركة جوجل حاب اقول لكم من الحين انه هو خيبة امل ما رحي نافس وحتى لو كاميرا تقوية باجي الامور رح تكون فيه ادنات الدون واي تليفونات ثانية احسن منه التسريبات الثانية اللي قاعد نشوفها هي حق تليفونات الايفون قرب مؤتمر ابل اعلانت شركة ابل رسميا ان تاليخ 12 تسعة رح تم اطلاق او اعلان الايفونات اليديدة وفي تسريبات قاعد تبين لك شكل الايفونات الفعلية مع لون الذهب اليديدي اللي رح يكون موجود نفس اللون الذهب يتوقع اللي شوفنا على تليفونات الايفون 8 والايفون 8 Plus العام رح ينزلون على الايفون 10 والايفون 10S Plus اتوقع هل رح يكون اساميهم ايفون XS او ايفون 10S والايفون XS Plus او ايفون 10S Plus انحين الثاني هل رح يسمونها ايفون 9 ولا لا الله اعلم بس اتوقع جزء كبير انهم ما سمو ايفون 11 مع ايفون 9 لانه رح يكون المؤتمر على طول عقوب سبتمبر 11 سبتمبر 12 يعني مو حلو يطلع تم كوك على المسرح يتقول ترى هذا الايفون 9 هذا الايفون 11 نوعا مواققية ومثل ما كنا متوقعين التليفونات راح ييونك باشكال اللي احنا متعودين ان احنا نشوف شركة ابل انها ما راح يتغيرها انا صراحة متحمس حق الايفون 10 اس بلس شكلها راح يكون نار 6.5 بوصة من ناحية الابعاد التليفون الناتش راح يكون شكلها اصغر لان الشاشة اكبر وتليفون اكبر اتوقع المعالج اللي راح يكون عليه راح يطير المعالجات اللي اورادي موجودة عند رب السوق بالذات لما تاخذ بعين الاعتبار نيران تشغيله اي او اس وشلونه هو خفيف في اصلا من ناحية مجرد من الامكانيات علشان يعطيك اداء يكون سلس فانا صراحة متحمس حق الايفون 10 اس بلس الايفون 10 اس مواد متحمس له ولا حتى الايفون 9 من ناحية التليفون اللي المفروض يكون هو الفئة المتوسطة والفئة الارخيصة حق شركة ابل فما بقى شي راح اغطي لكم المؤتمر ما راح اكون موجود ما يطلي دعوة من شركة ابل ما صدق فيه ناس قعد تسألني ابل دزلت لك دعوة ولا لا لو انا اخر تقني بالكون ابل ما راح ادزل لدعوة بغير شديد اهم بعد شفنا تسريب حق شاومي مي ميكس 3 ويعطيك المكنزين شو من الكاميرا تفتح بدون لا يكون عندك انت موترايز نفس الشفنا مع اوبو فايند اكس او الفيفون اكس بدلا الكاميرا تطلع وتنزل بروحها راح انت تسويها بطريقة مانوال او طريقة يدوية يشبه دقيقة راح يشبه تليفونات نفس النوكيا ن95 او النوكيا ن96 او النوكيا ن85 او النوكيا ن986 انك انت راح يكون عندك سلايد مكنزم ان الكاميرا تطلع من تحت الشاشة فانت تخلي الاطار كله تخيله هذا الويه كله يكون شاشة وانت تسحب لي تحت عشان تطلع الكاميرا اللي راح تكون موجودة حركة وايد حلوة ورح تكون يدوية فمعناتها ما راح يكون غالي من ناحية التصنيع والمكنزم مالتها راح تمسك نانا شفنا شيء اراد على فيفون اكس والاوبو فايند اكس فمتحمس في تلميحات ثانية هم بعد من شركة لينوفو انها راح تزور لك تليفون راح يكون بنفس التصميم انا حاب اشكر من كل قلبي شركات الصينية بالاخص فيفو مع اوبو انه اهم خلوا ان المستقبل ما للتليفونات ما يكون في قذلة وما يكون في نتوء وحاب اشكر اكيد شركة سامسونج على انها تقع توفر لك الشاشات العجيبة الغريبة هذي اللي قاعد يستعملونك ياها الشركات علشان يعطونك الامكانية ان انت تسوي تليفون يكون بدون نتوء وتكون كاميرا مخفية وحتى البصمة تكون مبنية او مدمج داخل الشاشة 2019 شكلها السنة راح تكون وايد حلوة الحين تكلم عن الاعلانات اللي شفناها في مواد تمر ايفا اول شي نتكلم عن شركة سوني وسوني اكزي ثري هل راح يتوفر عندنا احنا بعالم العربي ولا لأ لحين ما ادري راح تأكد من شركة سوني بس التليفون انا حمسني لانه وايد اذكرني بالسامسونج جالكسي اس 9 والسامسونج جالكسي اس 8 الشاشة صارت اكبر من ال اكزي 2 5.7 صارت احنا ستة بوصة واستخدمو لك واخيرا اولود بانل بدال الالسي دي عندك انت البرافيا تكنولوجيز الموجودة على ال اولد بانلز الموجودة على التلفزيونات انتقلت الحين حق التليفون بس مو قايستعملوهم امولاد قايستعملوهم بي اولد بس لاحين افضل من الالسي دي الشي الثالث ان التليفون راح ييك بنحناء من الامام نفس اللي شفناها على الاس 9 والاس 8 فالشاشة راح تكون منحنية من الصوبين من الاجناب يعطيك مسكة افضل ويخلي التليفون يكون اطول منه هو اعرض فمسكتها بالايد راح تكون اكيد احزن وشي الثالث شفنا اليديد ان راح اضعونك دبل تاب اج نفس اللي شفناه على اله تي سي يو 12 بلس مثلا واله تي سي يو 11 واله تي سي يو 11 بلس علشان تقدر تواصل مثلا حق تطبيقات سريعة وهو بروحة راح يحدث نفسه بنفسه بالتطبيقات اللي انت ممكن تحتاجها على المكان اللي انت راح تكون فيه هم هذه حركة حلوة من ناحية شون تقدر انت استعم نظام التشغيل وكان قاعد تكلم عن نظام التشغيل راح يكون مبني على اندرويد 9.0 اندرويد باي اول ما تشغل التليفون هذا راح يكون نفس الحركة اللي سوات لكها شركة سوني العام ان انا ازدتك اول تليفون فعليا خارج نطاق مثلا البيكسل فونز ان يكون عليه اندرويد اوريو وهس انا سواتها مرة ثانية مع اندرويد باي احين تليفون انا عجبني فعليا الابعاد مات الشاشة اكبر بس اولد فيمكن صرف البطارية راح يتغير لانه هنا عليه انت نفس المعالج الموجود على اكزي 2 ونفس عدد المليامبيرات الموجودة على البطارية فلازم نشوف فعليا انشون تشتغل شيء اللي ما عجبني بالتليفون انه هو بس اربع عقاية رام وبيت النازل انا عايزت وقول انه سالفة الفلاكشوب هذه السنة مفروض يكون ستة رام مطالع اربع رام يعتبر نسبيا قليلة بالذات حق التطبيقات اليديدة الموجودة وحتى له نظام تشغيله كان موايد خفيف اربع رام راح يكون موايد قليل او هذا ادنى شيء ممكن ان تتحصل بهذه الفئة بالذات لما تاخذ بعين الاعتبار سعر التليفون نسبيا راح يكون غالي قاعد تكلم تسعمية دولار امريكي حق اربع قيقرام واربع ستين قيقرات لاكرة تخزينية سعر مبالغ فيه فتوقع هذا راح يكون اكبر عيب موجود بالتليفون غير الرامات وهو اكيد السعر بس اذا حصلنا التليفون ورح ينزل عندنا احنا فعليا بعالم العربي ولا لا نعرف واكيد راح راجع في حال اذا او راح يتوفر عندنا اعلان ثاني كان موجود بعد المؤتمر ايفا هو معالج كيرن 980 راح يخلي فيديو كامل نتكلم عن توقعاتي حق الواوي ماي 20 برو والواوي ماي 20 بس الكيرن 980 او هو فعليا اول معالج راح يكون بتقنية 7 نانوميتر مفروض يكون الاسرع ورد الارقام اللي قاعد نشوفها اسرع من تشيبسة مالت اكسينوس 9810 نفس الموجودة على النوت 9 مثلا وسناب دراجي 845 او اسرع موجودة على الكنتر فرنة ثانية موجودة من نظام تشغيل اندرويد فكيرن 980 واخيرا اتوقع شركة واوي نزلت لك معالج فعلا راح ينافس معالجي راح ينزل السنة الياية من هذه السنة او ردي لان عامة يعني كيرن 970 مثلا يدوب كان اصلا ينافس سناب دراجي 835 فكلش ما كان ينافس 845 الى موجودة الحين بس كيرن 980 المفروض ينافس مو بس 845 او ردي طايفة ينافس حتى 855 في حال لما ينزل السنة الياية وكان فيه اعلام بعد من شركة الجيني ما يدري اعلنت عن الالجي جي سفن ون والالجي جي سفن ون راح يكون الالجي جي سفن ثين كيو بس بدال معالج سناب دراجي 845 حطولك عليه سناب دراجي 835 مع نظام تشغيلي مع الاندرويد ون نفس اللي موجود على تلفونات نوكي وتلفونات جاومي وغيرها من شركات اللي قامت تدعم لك النظام تشغيلي مع الاندرويد ون حتى مو ترالة اعلنت عن تشين تلفون علي نظام تشغيلي مع الاندرويد ون احيان خلاني افكر هذا الشي انه يمكن يمكن عشان تستعمل الاندرويد ون على سناب دراجي 845 لازم تنطر جوجل تنزل نظام تشغيلي معها على البيكسلات على سناب دراجي 845 قبل يتوفر على الاندرويد ون ولش الجي ترجع حق سناب دراجي 835 وال845 ومتيح لها بالسوق نقطة ثانية هذا السبب اللي يمكن نوكي 8 سيروكو عليه سناب دراجي 835 لن يدعم نظام تشغيلي مع الاندرويد ون نقطة ثالثة هذا الموكي قاعد يأخر شركة نوكي انه هي لحين ما اعلنت عنه في فلاكشيب اليديد لانه تبي تستعمل سناب دراجي 845 بنظام تشغيلي مع الاندرويد ون وغوغل لي حين ما اعلنت عن البيكسلات شخص افكر فيها هل هذه الشغلات مرتبطة ولا لا ولا انا قاعد تخيل فبس هذه هي الاعلانات اللي صارت ما كنت موجود عشان اغطي لكم المؤتمر وصال لي فترة ما امسوي فيديو اتكلم عن الاخبار اه 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 ونسيت ان شاء الله سبوع الياي راح اكون موجود في دبي حق اطلاق الرسمي حق شركة اوبو يزاهم الاخير شركة اوبو تدازلوا دعوهم ولا ثانية عشان اطلاق الرسمي حق الاوبو فايند اكس واخيرا عندنا احنا بعالم العربي فتاكد قاعد تابعنا على الانستغرام التقطير راح تكون احنا بالكامل عن طريق انستغرام ويمكن افاجئكم بعد بشكل ما يندرح فبس اطلاق سلامتكم تعيشون احمد وعركي فو مالله الكريم